اشتركوا في القناة لقائق شوط المباراة الاول عن قائمة المنتخب الوطني يمنح الكورة الى شغال مسعود والمصطفى جياو بكتف لف له الكتف كما يقال على غرار القدم حل فريق باسم الساحل وتحت رعاية مدير مستشفى كوبا وقياد مصطفى جياو ينال ماذا البطاقة الحمراء ماذا نعم يبدو ان المصطفى جياو يغادر بالبطاقة الحمراء بس مولي خليل مؤلي محمد بن بيبو مس جديد بيبو بيبو لعب سابق لسنيم للكونكورد العرضية لخطيرة السلام ولكن يتمكن منها ماما دنبور بريق السنيم بسام بسام يتقدم على الشيء لا تقاسب الحمراء بالموهبة خطيرة خطيرة السلام يا السلام يا السلام الاول جاء لا محمد كفلا محمد كفلا من الكورة ترفع بسام كورة خطيرة بالرأس يا السلام يا السلام يا السلام ماذا هناك ماذا هناك بطاقة سفراء على بسام جواليو لم تنتظر صافرتي لم تنتظر كلمتي انا الامر يا صديقي انا القاضي تنولدت مع الفريقي للغوص في بحر الالقاب والتميز والبطولات محمد دنبويبو ترفع الكورة بالرأس الهدف الأول الهدف الأول عن طريق حمي حمي الطنجي الاهداف تصدر من مصدرها الكلمات لا تأتي من فراق الافراح لا تأتي إلا من صانعها هذا الهدف الأول حمي الطنجي بالرأس ضرب الكورة وبالرأس رفع روس البرتقالي لفريق يفسي هنا بكورة تركه وحيدا هذا لا يترك وحيدا يا دفاع الساحل نعم هدف نعم هدف نعم هدف لصالح فريق يفسي وديبو لنا ضمن التواجد خلاص جاليو ينهي شوط المباراة الأول بتقدم يفسي وديبو على فريق الساحل بهدف مقابل لشيء أرقام رهيبة مع فريق يفسي هو خادت ستعشر المباراة لم يخسر سوى بواحدة خطي يا السلام حمي الطنجي حمي الطنجي يسجل شرح مرح سجل وفرح يا حمي هي كرة البطولة هو هدف البطولة هو ضرب البطولة بالمليان اصنع يا كاتب الزمان في هذه المباراة الله على كرة انطلق حمي سجل بكورة يا حمي شرح مرح يا حمي سجل وفرح يا بطل البرتقالي جديد لفريق يفسي هذا زمانه وهذا مكانه هذه كرة عرضية لم تصل لم تمر ترجع من جديد ما تزال خطيرة 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 إدريسا كويت فيمر معهم تسعة هداف هذا الموز الحسن يا السلام باللمس أحلى كلام التقي في انطلاق من يوقع الثالثة الآن من يكون الهاتريك على مستوى نتيجة يا السلام حمي حمي قريب ولكن ماما دموت أو بيبو هل يستجل التقلان كورة خطيرة 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 التقل أوه لم تاتي بسام 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 يتحرك بسام يتحرك الجمال ينطق بكورة خطيرة عبد الرحمة شغال في الغائم ليسر جمال كيف يطاق البرتقال مبروك أرضناك للبقية ولقاءنا يتجدد في اللقاءات والجوالات القادمة أو في المباريات القادمة أفسي استحقها لأن لكل مجتهد النصيب ولأنه قدم مهر الحسناء فنالها نقول مبروك وإلى اللقاء